الايقونة المميزة جدا من سامسونج جالاكسي A80 جهاز مميز جدا من سامسونج بواجهة كلها شاشة وكاميرا بحركة ميكانيكية هنستعرض مواصفات واهم مميزات وعيوبه تابعوني لآخر الفيديو ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرف فون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد انا نزلت فيديو عن المواصفات اللي جابوها في المؤتمر عن الجهاز ده هسيبلكو فيديو المؤتمر في الوصف ولكن هنا هنبدأ نتكلم عن الحاجات المميزة في الجهاز وتفاصيل الجهاز الجهاز زي ما انت شايف من الخلف ومن الامام من الزجاج بالكامل وباطار فقط من الالمونيوم من الاسفل الجهاز فيه السماعة السبيكر والمايكروفون الاساسي ومدخل اليو سي بي سي وكمان مدخل السيم كارد في اسفل الجهاز من اعلى الجهاز فقط المايكروفون الاضافي بتاع النويس كانسليشن من اليمين زرار الباور ومن اليسار الازرار اللي بتعلي وتخفض الصوت من ناحية الشكل الجهاز تصميمه غير مسبوق دي الالوان اللي بيجي بها الجهاز ولكن الجهاز شكله ومسكته في الايد فخمة جدا الشاشة كمان فيها تكنولوجي ما شفنهاش قبل كده في سامسونج بالاضافة لانه البصمة على الشاشة مباشرة ودي مش حاجة جديدة ولكن الشاشة كمان مفيش فيها السماعة بتاعة المكالمات زي ما انت شايف مفيش اي مكان لسماعة المكالمات نفسها اللي بتتصل بيها لانه هم عملوا تكنولوجي جديدة انه الشاشة نفسها يطلع منها هي نفسها الصوت دي تكنولوجي موجودة في يووي شفناها قبل كده ولكن اول مرة نشوفها في سامسونج الحركة الميكانيكية في الكاميرا مجربة ومختبرة كويس جدا بحيث انها ما تخربش منك بسرعة حتى لو انت حاولت تجبرها انك تفتحها او تقفلها بالعافية هي فيها سيفتي ميكانيزم بيخليها يتعود الوضع الامان بالنسبة للكاميرات التلاتة اللي في الجهاز الجهاز فيه تلات كاميرات الكاميرا الاولى الاساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.0 الكاميرا التانية هي كاميرا الترا ويت بتلتقط صور غريضة لحد 123 درجة وزي ما هم قالوا ده اكتر من عين الانسان العادية والكاميرا التالتة هي كاميرا 3D او كاميرا ثلاثية ابعاد للدبث سنسور بتعتمد على التكنولوجي اسمها T.O.F أو Time of Flight وعلشان نفهم الموضوع اكتر انا لقيت مقال على ويكي بيديا بيشرح القصة ولكن باختصار هو الموضوع انه بيحسب المسافة بين الكاميرا بتاع الموبايل وبين الجسم لي بيصوروه عن طريق انه بقيس سرعة شعاع ضوء خرج من الكاميرا وارتطم بالجسم اللي قدامه ورجع ثاني فيقدر يحسب المسافة اذا شعاع ضوء خرج من الكاميرا وارتطم بالجسم المقابل للكاميرا اللي هو اللي انت بتصوره ورجع ثاني يقدر بالطريقة دي يحسب عمق الجسم استخدامتها في تطبيقات كتيرة جدا منها مثلا انك انت ممكن تاخد ابعاد الغرفة بتاعتك وتعمل لها ديكور تخيلي قبل ما تعمل ديكور حقيقي للغرفة الريزوليوشن او وضوح الكاميرا بيوصل لألترا اتش دي 3840 في 2160 بيكسل امكانية تانية كمان في الكاميرا هي امكانية اللايف فوكس فيديو هي انك انت تقدر تخلي الكاميرا فوكس او مركز على وجهك انت بس وتلطاقت فيديو فوكس كل الفيديو على وجهك انت بس امكانية تانية كمان في الكاميرا هي السوبر استيدي كاميرا ان الكاميرا تبقى فيها وضع ثبات جدا حتى لو انت ايدك بتتهز كمان الفيديو اللي انت بتصوره بيكون ثابت جدا مش بيبان فيه الاهتزازات بتاعة حركة ايدك اثناء تصوير الفيديو والحركة حاجة تانية كمان جميلة جدا في الجهاز هي الانتليجنت باتري البطارية خلوها اكثر ذكاء عن طريق ان هي بتقفل البرامج اللي مفتوحة في الخلفية وبتتعلم اسلوب حياتك علشان تتأقلم وتبقى اوبتمايز مع اسلوب حياتك انت بناءا على التطبيقات اللي انت بتفتحها او بتقفلها في موعيد معينة حاجة كمان امكانية تانية اسمها intelligent performance enhancer امكانية لتحسين اداء الجهاز عن طريق ان هي بتتعلم برضو اداءك على سبيل المثال انك انت لو متعود انك انت تفتح انستجرام بعد ما تتصور صورة سيلفي فهو الجهاز بعد ما انت تتصور صورة سيلفي بيتعلم انك انت محتاج تفتح انستجرام وبالتالي بيخليه مستعد ان هو يتفتح بيجاهزه في الجهاز وبيخليه ready ان هو يتفتح بطارية الجهاز 3700 ميلي امبير للساعة كنت احب انها تكون اكتر من كده خصوصا ان هما منزلين فئات 4500 ميلي امبير للساعة ولكن دي بطارية طبعا زكية وزي ما قلنا بتتعلم من اداءك وبالتالي نقدر نوني الرقم ده ممتاز من اول هنا هنبتدي نتكلم عن تفاصيل تفاصيل الجهاز طبعا الجهاز بيدعم شبكات ال GSM شبكات الجيل الثاني وال HSBA شبكات ال High Speed Protocol for Access شبكات الجيل الثالث وال Long Term Evaluation شبكات الجيل الرابع الجهاز موجود في السوق ابتداء من ابريل 2019 والجهاز من الامام والخلف من الزجاج بالكامل من الامام والخلف وباطار معدني الجهاز طبعا بيجي بشريحتين اتنين سيم كارد وبيجي بشاشة 6.7 انش يعني شاشة كبيرة نسبيا طبعا زي ما عرضناها كل وجهة الجهاز شاشة بكسافة بيكسل حوالي 400 بيكسل بير انش رقم متوسط لانه الرقم وصل ال 550 ولكن كمان الميزة انه هو قليل انه هو بيديك توفير في البطارية مع مراعاة كمان انه الالوان بتكون غنية في الشاشة فما فيش تأثير كبير على الشاشة الجهاز طبعا باندرويد الاصدار تسعة بواجهة سامسونج الجديدة اللي هي الوان يو اي الاصدار النازل به الجهاز هو بمعالج سناب دراجون مبني بمعمرية 8 نانوميتر والاصدار المقدم من شركة كوالكم هو سناب دراجون 730 معمرية 8 نانوميتر تدي انطباعة انه الجهاز هيوفر في استهلاك البطارية بالنسبة للمعالج يعني المعالج هيوفر في استهلاك البطارية لانه فيه معمرية 10 نانوميتر وفيه معمرية 14 نانوميتر كل ما الرقم ده بيكبر معناها انه الجهاز هيستهلك بطارية اكتر في حالة ما يكون المعالج بيشتغل في الحاجات اللي فيها جيمز او جرافيك او الحاجات اللي بتحتاج المعالج بكسرة فرقم 8 نانوميتر يدي انطباعة انه المعالج موفر في استهلاك البطارية الجهاز طبعا ب8 انوية منهم نواتين بسرعة 2.2 جيجا هرتز و6 انوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز وكمان معالج الجرافيك الشهير المقدم من سامسونج من نوع ادرينو الاصدار 618 مافيش للأسف مدخل مايكرو اس دي في الجهاز فيعني ما تقدرش تزود مساحة الجهاز والمساحة اللي بيجي بيها الجهاز هي 128 جيجا ب8 جيجا رام يعني رقم 8 جيجا رام رقم كبير ولكن يمكن كان افضل لو يوفروا مساحات اكتر من 128 جيجا الكاميرات طبعا احنا اتكلمنا عنها ولكن الكاميرا الاساسية في الجهاز 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.0 كاميرا تانية Ultra Wide بتلتقط صورة عريضة للبانوراما بفتحة عدسة F على 2.2 وهي كاميرا 8 ميجا بيكسل الكاميرا التالتة كاميرا Time of Flight كاميرا 3D والجهاز طبعا فيه وضع HDR هو وضع موازنة الالوان وبيلتقط فيديو بدقة 2160 ب30 اطار في السانية الكاميرا طبعا الكاميرات التالتة يعني مفيش طبعا كاميرا سيلفي ولكن الكاميرا طبعا Motorized اللي بتطلع زي ما استعرضناها طبعا بتحتوي على نفس الامكانيات فما فيش حاجة اسمها كاميرا سيلفي لان كاميرا السيلفي هي هي الكاميرا الاساسية لود سبيكر طبعا الجهاز بيحتوي على سبيكر مش بيحتوي على مدخل 3.5 ميلي جاك بتاعت السماعات الرأس التقليدية كنت احب انه ده يكون موجود لانه السماعات دي متوفرة كتير واكيد كلنا عندنا منها الاجهاز فيه Active Noise Cancellation ده وضع انه الجهاز بيكون فيه مايكروفون في الاعلى ومايكروفون في الاسفل ولما انت بتتكلم الجهاز بيسمع صوتك من اكتر من مصدر عن طريق المايكروفونين وبينقي الصوت ويطلع للطرف التاني الصوت الانقى فانت لو في مكان فيه ضوضاء الجهاز عن طريق الجوريثم معين او كود زكي بيقدر يلغي الضوضاء عن طريق استعمال المايكروفونين طبعا الجهاز بيحتوي على واي فاي وبلوتوث الاصدار 5 الاكثر تطور وجي بي اس من نوع الادوانس جي بي اس وكمان فيه راديو اف ام يعني حاجة نادر لما نلاقيها حاليا في الاجهزة ولكن جميل جدا ان هي تكون موجودة طبعا مدخل اليو اس بي في الجهاز هو نوع Type C البصمة على الشاشة مباشرة زي ما قلنا البصمة وكمان تتسنعات المكالمة كلها على الشاشة مباشرة فيه طبعا من ضد المستشعرات اللي موجودة في الجهاز مستشعر الاكسلوروميتر ومستشعر الجايروسكوب الجايروسكوب هو اللي بيحس بتمايل الجهاز اذا كان الجهاز افقي او رأسي او مائل فيه كمان مستشعر البروكسيميتي سنسور البروكسيميتي سنسور ده اللي بيقفل الشاشة لما تكون انت بتتكلم مكالمة علشان خدك ما يلمس الشاشة وانت بتتكلم مكالمة فالجهاز يضغط على حاجات وانت مش عايز وفيه طبعا الكمباس اللي هي البصلة الجهاز طبعا نازل منه فئة واحدة بسعر 650 يورو او 750 دولار او 2700 ريال سعودي او قطري او درهم اماراتي او 13000 جنيه مصري بعتقد ان ده سعر مناسب بالنسبة لمواصفات ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرفون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله